معكم مونير عجم مرة تانية بهالفيديو هنركز على كيف فينا نأسس مكاتب إدارة مشاريع بالمؤسسات قبل ما ادخل بكلمة تعريف مكتب إدارة مشاريع بحب وضح شغله برأي الشخصي أنه يمكن الخطأ هو كلمة مكتب برأينا نحن إدارة مشاريع لازم تكون دائرة مستقلة مثل أي دائرة تانية بالمؤسسة يعني اليوم أنا فيني أسألكم هل ممكن تخيلوا شركتكم بدون دائرة الموارد المالية الفينانشل ديبارتمنت هل ممكن تشوفوا أنتو بمكتب شركتكم ما يكون في عندكم مكتب أما ديبارتمنت دائرة للموارد البشرية إذا كنتوا كشركة أنتو بتشتغلوا خدمات لمؤسسات تانية هل ممكن تقدروا تستمروا كشركة بدون مكتب مبيعات وتسويق بالطبع بتوقع أنا معظمكم هجوب لأ على الأسئلة الثلاثة طيب إذا هيك وشركتكم تشتغل مشاريع عمل مؤسسة أما الدائرة أما الوزارة أما كلمة مؤسسة أما منظمة ممكن تكون مثل ما أنا سابقا يكون أي نوع من العمل المنظم هل قدرين إذا جوبت لأ على الأسئلة الثلاثة اللي اسألتها كيف قدرين تتخيلوا أنتو لكان أنه عندكم بالمؤسسة ما يكون فيه دائرة مش مكتب لهوي كلمة أكتر يكون من الأساس كبزنس يونت كدائرة كدبارتمنت كديفيجن يكون تابع الكون لإدارة المشاريع إذا قدرين يكون في عندكم بالشركة CFO تشير فلانش الأوفيسر يعني رئيس الموارد ميلي ولا رئيس المعرفي ولا رئيس قسم العمليات ولا رئيس المبيعات ولا بغض النظر عما نائب رئيس يعني executive vice president حسب شو تسميت اللي بتسموها طب ليش ما فيه عندنا اليوم chief project officer هايلي أمور أساسية لنحكي فيها وضرورية لأنه الموضوع مش بس موضوع الأسماء والأشخاص والمكاتب والموضوع هو هل إدارة المشاريع وعلم إدارة المشاريع اليوم يحترم بما فيه الكفاية داخل منظمتكم هل يعتبر هو كحقل علمي مختص مستقل من غير الأمور الثانية حتى من الأمور الهندسية ولا الإنشائية ولا المبيعات ولا الموارد البشرية ولا التكنولوجي إذا مش قدرين نشوف نحن علم إدارة المشاريع كعالم مستقل وبحاجة لدائرة مستقلة معناتها في عندنا مشكلة نحن هذا نحسب نحن أساسا أنه إذا الشركتكم أو المنظمتكم جزء منيح من شغلة بيكون عبر مشاريع هون في عندنا خلل في عندنا خلل اللي هو أنه كمؤسسة ما عندها شعور أنه الإدارة المشاريع هي شيء مستقل معناتها ما فيه احترام كيفية لألها معناتها مما كان قدر يدير مشروع وهم تجينا بفكرة نحن الأكسيدنتل بروجيك مانجر أنه أي شخص بالشركة أدراء تفضل عندنا مشروع تعديره أنت بغض النظرة هالشخص عنده خبرة ولا ما عنده خبرة بإدارة المشاريع دارس إدارة المشاريع ولا ما دارس إدارة المشاريع عنده شهادة ما عنده شهادة ما بيهم مما كان قدر يدير مشروع إذا هالعقلية موجودة داخل المؤسسات مع هذا نحن نحن نحضر حال للفشل بإدارة مشاريعنا أما على الأقل إذا ما سمعنا كلمة تفشل مشاريعنا ستعطي إنتاجية أقل بكير من الإمكانيات الممكن نقدر نحن نستخدمها والإفادة والإنتاج الممكن نحصل لها من هالمشاريع اللي عم تقوم فيها الشركة إلا إذا عنا مشروع كتير كتير بديهي بطيء يعني عملية أو سبوع أو سبوعين شغل 2-3-4-5 أشخاص يعني شغلات مبسطة جسد جدا اللي هي أكتر كتاسك منه ممكن نحن نمشي بموضوع مما كان قدر دير المشروع بس اليوم علم إدارة مشاريع وعلم مستقل بحد ذاته ونحن بحاجة للشركات أن تقدر تأسس وإعتبر هالشي مش بشين الوجاهة ولا مشين علم إدارة مشاريع لأنه فعلا إدارة مشاريع أثبتت إمكانياتها لمساعدة بإنجاح المشاريع هلأ كيف فينا نعمل هالشي بالطبع حكينا سابقا بفيديوهات سابقة عن موضوع الشهدات من الـ PMP وبرنس 2 ولا غيرها ولنا مش كافة نحكينا عن الحاجة لتأسيس النظام متكامل لإدارة مشاريع وهذا المهم نختم هون الفيديو التاني هركز أكتر كيف نربط نحن الـ Organizational Project Management OPM اللي هو النظام متكامل لإدارة مشاريع بمؤسسات مع مكتب إدارة مشاريع جلد كيف من كيف ، ترتفوّل